السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخيرا تم الإعلان رسميا عن تيوتا بلتا 2022 الجديدة بعد كل التوقعات اللي قلناها وبعد كل اللي حصل والخباة والأسرار اللي كانت بتحصل في الخفرة كده هنقولها لكم النهار دا كل حاجة تم الإعلان رسميا من التوكيل عن سعر تيوتا بلتا 2022 والسعر ممتاز جدا ومفاجأة للجميع وهكون من أكتر الناس اللي هترشح للعربية دي لأي حد عايز عربية من فئة 250 حتى 300 ألف جنيه ومن فئة 200 حتى 230 ألف جنيه لكن قبل مبدأ الفيديو ده بطل من حلقة فضلا لايسا أمرا إنك تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك وكمنت على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس بشي تطور عليك أكثر من كده يلا بقى بسرعة نبدأ الفيديو الحقيقة بعد ما عملت الفيديو اللي فات لقيت هجوم كبير جدا جدا من الناس ناس كتير جدا داخلة بتهاجم إنت إزاي بتقول كده العربية ما تعلمش عنها العربية ما تسعرتش انت داخل تفت انت داخل تهبد ومش كلام كتير اللي حصل يعني ما الناس كلها تطلع تقول لا السعر ده ما ينفعش محدش يشتري بالسعر ده محدش يجيب بالسعر ده ده كان اسلوب ضغطة على التوكيل كبير جدا وناس كتير قوي قوي توصلت مع التوكيل وقالت لهم إزاي ومش إزاي والتوكيل ابتدأ يرد استنوا إحنا لسه ما سعرناش والحقيقة عرفنا ان تم الاجتماع داخل التوكيل واتفقوا على انه هم ينزلوا العربية بسعر كويس جدا عشان زي ما احنا قلنا العربية دي لو نزلت بالسعر ده هتعمل مبيعات محترمة جدا ولو رجاء دي الفيديو اللي فات هتلاهيني قلت في آخر الفيديو الأسعار اللي اتعلنت النهاردة وقلت العربية دي لو نزلت بسعر كذا وسعر كذا هتكون أفضل حاجة في الفئة السعرية ده الحقيقة تقولت بيبت بقى النهاردة فرحت كل الناس فرحت الجميع فرحت ننشق السيار واعلنت عن السيارة أخيرا بفئتين الفئة الأولى بمتين خمسة وثلاثين ألف والفئة العالية بمتين خمسة وسبعين ألف جنيه وده زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان فيه فئتين فعلا الناس دي مش فئة واحدة واللكنين الأمام فيهم اتنين إرباج وإي بي اس وإي بي دي واني مفيش توازن إلكتروني في أي فئة من الكنين وده الحمد لله اللي حصل والحمد لله ان الكلام بتاعنا في الفيديو اللي فات جاب نتيجة وكان غلط خلت توكيلي سعر العربية بسعر محترم جدا في الفئتين أنا شايف ان الفئة الأولى متين خمسة وثلاثين هتكتسح عربيات كتير جدا مش عنزين نقول أسماء ولكن هتقعد ناس كتير في البيت والفئة التانية هتقعد ناس أكتر في البيت طيب إيه الفرق بين الفئتين عشان الناس اللي عايزة تعرف الحقيقة الفئة التانية أعلى من الفئة الأولى في إيه جاية بمواصفات أعلى منها فرش جلد بالكامل مفتاح بصمة للسيارة إضاءة ليد بالكامل جنود الستاشر سبور شاشة سبعة بوصة بتدعم الأندرويد أوتو والقابل كارب بلاي دي الفرق بين الفئتين طيب الناس اللي عايزة تسأل طيب أجيب الفئة الأولى ولا الفئة التانية بوسة باش لو انت يهمك في العربية ان انت جايبها عشان تشتغل وتاكل عيش وتشتغل عليها بقوبر وكريم والفلوس اللي معاك مش ولابد ومش مكملة هات الفئة الأولى لو انت جايبها عشان تشتغل لأن هي نفس المكنة نفس الأداء نفس الفتيس نفس توفير البنزيم المحترم جدا نفس المطور المعمر في العربية فانت هات الفئة الأولى واشتغل وربنا يوسع عليك رزق طيب لو انت جايبها بقى للشغل وكشاب عايز أوبشن في العربية عايز جنود عايز بصمة عايز فقرش جلد عايز شاشة عايز الشغل ده كله هات الفئة التانية مباشرة اللي سعرها 275 طبعا الأسعار ممتازة جدا أنا شايفها في وجهة نظر العربيات دي هتوقف ناس كتير الفترة الجاية عندها حدها منهم أول حاجة توكيل سوزوكي في مصر توكيل سوزوكي في مصر نصيحة بشدة وعارف ان الناس بالتوكيل بيتتبقني لازم تنزل أسعار العربية بتاعتك لأن انت كده خلاص وصلت المرحلة اتعملك ستوب في السوق المصري خلاص عما العربية زي ما قلت في فيديو قبل كده نروح المعرض نجيبي السياس يقول لك عليها أوفر برايس وسعرها بال أوفر 300 ألف يعني ما فيش كلام مين اللي مجنون اللي يروح يعمل كده كله طبعا حاليا هيتم حاجز تيوتا بلتا فورا مع نفس العربية وكمان مع علامة تيوتا فلازم توكيل سياس أقل حاجة هينزل العربية عليه سعر الرسمي مش الأوفر برايس يعني نتكلم العربية من 270 لازم تنزل بقى ال 250 عشان حضرقتي بقى أقل 25 ألف عن الفئلة عالية تيوتا اللي هي الفئلة عالية عندك عشان العربية تبيع فالناس تفكر 25 ألف جنيه طب ما أنا جري السياس وأقفر 25 ألف جنيه واحد تاني يقول لك يا عام عندما تلاقي حضرتك عربيتك أغلى من التيوتا فيش ولا عربية هيتبيع ولا حد وكمان في نقطة تانية مهمة جدا لازم تلحق تعمل كده قبل قبل ايه؟ قبل ما كل الناس اللي حاجزة ودفع عربون مايروحوا يستردوا فلوسهم تاني لأن الناس كلها دلوقتي هتجري على المعارض وعلى الناس وعلى الأسماء اللي معروفة اللي هي مستحوزة على سوزوكي ويقول لهم بعد يزلوكوا الدون العربون اللي دفعناها عشان نحجز البيت فلازم بسرعة توجيل سوزوكي فورا النهاردة أو بكرة ينزل إعلان الأسعار الجديد ويخفض الأسعار حتى لو هامش الربح بسيط جدا وإلا كده هتقصر كل الناس اللي حاجزة دي والعربات اللي انت اللي عاية تجيبها على الناس دي كل ده هيحجز العربون بتاعه ويهرب يروح على تيوت فانت لازم لازم تنزل سعر عربيتك ناس هتقول لي انت كده هتبتدي بقى الضغط على التوكيل اه ايه المشكلة طالما كل الكلام ده في صالحك انت في صالح المستهلك في صالح المواطن المواصر لأزهر كبع عربية وافضل مواصفات بسعر محترم نضغط على التوكيل عشان ينزل ولمصلحة التوكيل برضو يعني أنا كتوكيل أستفاد ياما العربية توقع ومحدش يشتريها لازم حالا بسرعة تلحق نفسك وتنزل سعر عربيتك وتلغي بقى قصة الوفرد برايس وجيب عربيتك كتر من بره عشان تقدر تنافس في السوق طيب للناس بقى اللي جاهزة عشان التيوتا بيلتا النصيحة بقى مهمة لازم تعملها دلوقتي حضرتك دلوقتي خلاص لو انت قررت ان انت رايح لتيوتا بيلتا بكرة بكرة بقولك بكرة ما تستناش جري على توكيل تيوتا حجز بسرعة ادفع فلوسك ويحجز العربية في اقل وقت ممكن طب ليه هقولك ليه لانه متوقع ان العربية نزد تتعيب السعران خلال اسبوعين تلقتها تبص تلاقي اول رفعة للعربية والرفعة في تيوتا بخمس ست باقي على طول فانت زي تعليمات جهاز حماية المستهلك الجديدة ان انت بما بتحجز العربية بتاخد اصال في الفلوس اللي انت دفعتها وفي موعد التسليم المحدد وان السعر اللي انت حجزت بيه ما ينفعش يزيد في موعد التسليم عن السعر اللي اتفع معاك فيه فانت كده دغطت على التوكيل رياحة دماغك حجزت العربية هتاخدها بنفس السعر ومش مشكلة لو متوقع ان تيوتا هيدى شهرين ثلاثة لنفسه على العربيات في التسليم مش مشكلة بس اسمك حجزت عربية افضل مواصفات بافضل سعر في السوق حاليا تيوتا بلت الفئتين الفئة الاولى بـ 235 ألف والفئة التانية بـ 275 ألف هكون افضل اختيار ليك لو انت محتاجة عربية من اول سعر 200 إلى 250 هتروح للبلت على طول الفئة الاولى لو انت عايزة عربية من 250 حتى 300 ألف جنيه هتجري على طول على تيوتا بلت الفئة التانية بسرعة ما تضيعش وقت ما تستنعش أكتر من كده بكرة تكونوا حجزين العربية والف مبروك لكل المصريين وشكر خاص لتوكيل تيوتا المحترم اللي سمع النداءات بتاعته بتاعت زميلي كلها ونزل العربية بالسعر اللي كلنا كان نفسنا ينزل به شكرا جمعنا الله وإياكم في جنة عرضاك عرض السماء والأرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة